السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحببنا وخواتنا وصحابنا ومرحبا بكم موضوعنا اليوم هو الطريقة السليمة كيفاش نشري خواتم تحجيل فيها يختعنا بمعنى لما نروح نشري الخاتم من عند بائع طيور وش من قطر تعل الخاتم لنشري وكذلك وش من لون تعل الخاتم بالنسبة لهذا الموسم مثل ما هو معروف دولين وعالمين هناك 6 ألوان تحجيل فيها الطيورنا يوجد اللون الأسود اللون الأخضر اللون الأحمر اللون الأزرق اللون البرتقالي واللون البنفساجي هو تحجيل هذا العام اللون البنفساجي هذا السنة يكون هو اللون تحجيل 2021 بكم ترقل بعض الأقطار تحجيل الخاتم التي نستعملها عادة نبدأ على بركة الله عندنا 2.5 يعني 2.5 مليمتر هذه خاصة بالحسون خاصة بالطارن فنزويلا وخاصة بالسورة سيني الخاتم الموالي هو 2.7 مليمتر 2.6 مليمتر وعادة هذه مخصصة الطيور الكاناري العادية الكاناري ولا طفارة الحسون لأن الساق يأتي خشين مثل طفارة الإيزابيل الآغات الموزايك الأوبال يعني تقريبا جلط طفارة تعالكاناري ولا تلحسون الأخرى نستعمل لها طروة 0 مليمتر لازم على المربي الاختيار السليم للخاتم ليناسب الرجل ولا للساق تعالى الطائر تعالى بش ما يتحش في مشاكل من بعد أنه الخاتم يكون ضيق على القدم تعالى الطائر تعالى مخصص أنسيزو سبيسيال اللي نحيو به للخواتم أول عكس أنه يدير خاتم كبير على القدم تعالى الساق تعالى الفرخ تعالى وبالتالي رح تطيح عشاك فوان يديرها تطيح يعني حتى وإن دارها في يوم متأخر باريزوبة في اليوم العاشر والأحدى عش تكون كبيرة على القدم وبالتالي الأنثى تقدر تنزحها ولا تقدر تقصر الرجل وفي الآخر أريد أن ننصحكم ما فيها شعيب الوحدي سقسي يسأل الناس اللي تعرف كيروح يشري قال أنا عندي كده عندي كده وشنو الخاتم اللي لازم يطيح عليه هذا مكان باش نتفادوا المشاكل وما نطيحوا حتى فيه إشكالية بإذن الله تهال الله في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته